تحياتي اسمانتي انا وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول فوق دعم قاوي جدا جدا وكسر مناطر العنق سعيتها اهلأ من السام ومناطر العنق بتاعتي اللي بتمتد لحد مستويات الـ 24 جنيه يعني السام طالما فوق مستويات الـ 24 جنيه تظل النظر ايجابي اللي انا عايزه من السام ده ايه ان السام ده المفروض عايز مستويات الـ 261 فيبول كل هذه الموجة انا ضربت مستويات الـ 200 ودي انا عندي عملت موجة تالتة بدأت معي من المستويات دي والمفروض انها بتصحى اقرب مكان للتصحيح هيكون بالقبل من مستويات الـ 24 جنيه لحد مستويات الـ 23 جنيه 65 افش وبعد كده هنروح ونضرب ان شاء الله قمة جديدة وهدف جديد قد يزب بنا الى مستويات الـ 31 جنيه ولكن انا كسرت مستويات الـ 28 جنيه وربع بهدف اقوى منها هاجح منها وبعد كده هبتدي اصحح ومازال السام ايجابي طالما محتفظ فوق مستويات الـ 23 جنيه كسر مستويات الـ 23 جنيه يتحول السهم الى سلبي تماما ولكن حتى الان احنا مازلنا في الموجة الثالثة بنصححها في الموجة الرابعة لتكملة الـ 30 جنيه وعمل قمة جديدة ان شاء الله بالقرب من مستويات الـ 31.5 وللمرة المليون كسر مناطق العنق بقوة يعني خروج اللي هي مناطق الـ 23 جنيه 65 افش وكسر مستويات الـ 23 جنيه اساسا حتى لو بديل شمع يعني سلبية وبالتوفيق موسيقى